والله لهم بين مليون شخص تشوفوا تقولي اخي هاي مادري من وين هاي من رابعنا بس من الجزائر من المغرب من الشرق الاوسط من الخليج من مصر من لبنان من بسم الله ما شاء الله عربي قح يعني الابن العدو ابن بلد عزيز علينا جميعا الجزائر العزيزة الجزائر الحبيبة منها هذا الابن العزيز علينا جميعا رياض محرز في الاطلالة الاولى واللقب الاول مع اكوارديولا مع اكويرو مع كومباني مع مانشستر سيتي في وملي الاحتفالات سوف تصل بعد ذلك الى مدينة مانشستر بالدرع الخيرية واللقب الخامس لمانشستر سيتي اذا رحلة رياض محرز ومانشستر سيتي الى العاصمة لندن كانت مريحة الحقيقة مريحة من حيث المباراة لان المباراة كانت سهلة وبعد ذلك الحصول على اللقب وتلقي التحية من الانصار والمشجعين في ملعب ومبلي طبعا اتمنى لا يكون هذا اللقب الخير للعبنا العربي الجزائري تبدأ للقاب ان شاء الله مع النادي الجديد وهنا طبعا الاسفان والمدرب الاسفاني وقد وصل الان الى السنة 47 سنة يقضي السنة الثالثة مع مانشستر سيتي واكيد جوارديولا لقب الالقاب المحلية اكيد لكن التفكير الاكبر ربما يذهب الى لقب دور الابطال ومانشستر سيتي حاضرا اكيد في دور المجموعات في الموسم الجديد في دور الابطال اذا ايها الاحبة في كل مكان متتبعي مختلف المباريات مختلف البطولات الالقاب الكبيرة البطولات الكبيرة المناسبات الكبيرة الصيف الساخن كان ولازال مستمرا ايضا عبر قنوات بي انسفورت الالقاب والدوريات باتت على الموعد والموعد بات قريبا الدوري الانجليزي كما ذكرت البداية يوم 11 اغسطس بعد ذلك الليجة 18 اغسطس الايطالي 18 اغسطس السوفر الاسباني 12 اغسطس السوفر الاوروبي 15 اغسطس وطبعا 19 سبتمبر بداية دوري المجموعات في دوري الافطال هنا لقب يذهب الى منشستر سيتي ويحتفل بهذه الطريقة بالدرع الخيرية الخامسة في تاريخه فمبروك لمنشستر سيتي الانصار المشجعين الاداريين اللاعبين المدرب الاسفاني اكواردي